بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أدس 156 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأمكنة التي اتغذت أعيادا غير شرعية قال فصل النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن الشيخ أجمل في الأمكنة فقال منها ما ليس له خصيصة وإنما هو دعاوى ودعايات تحاك حوله وهذا انتهى القسم الثاني ما له خصيصة لكن لا يخص بعباده وإن كان له خصيصة عن غيره وهذه الخصيصة لا تقتضي الغلو فيه والعبادة فيه وتشريع ما لم يشراه الله فيه النوع الثالث ما له خصيصة وقد أمر الله جل وعلا بالعبادة فيه وجعله مباركا مثل المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى وبيوت الله جل وعلا في الأرض هذه لها خصيصة ويعبد الله فيها ويتردد عليها للعبادة قال رحمه الله فمن هذه الأمكنها قبور الأنبياء والصالحي وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور عيدا يعني عيدا مكانيا بحيث يتردد عليها ويعكف عندها لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله عز وجل وهذا من الغلو الذي نهى الله عنه في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا أضلوا عن سواء السبيل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين فحتى ولو كان هذا المكان يعني له خاصية أو هو قبر نبي أو قبر ولي أو صالح من الصالحين فإن هذا لا يقتضي أن نجعله بمكان عبادة ومكان اعتكاف ونتردد عليه نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا وبينوا معنا العيد فأما العموم فقال أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قال الشيخ رحمه الله وهذا إسناد حسن فإن رواته كلهم ثقات مشاهير نعم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبر عيدا أي عيدا مكانيا تترددون عليه وتعكفون عنده وتستقبلونه بالدعاء كما يفعل الجهلة أو أهل الضلال لأن هذا يفضي إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى ولذلك الصحابة ما كانوا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما دخلوا ذهبوا وسلموا عليه مع كثرة ما يدخلون للصلاة ولطلب العلم وللاعتكاف إنما يسلمون عليه وعلى صاحبيه إذا قدموا من سفر فقط أول ما يقدمون ولا يترددون عليه بعد ذلك كله امتثالا كله امتثال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تخلوها من الصلاة ومن ذكر الله حتى تكون كالقبور فدل على أن الميت المقبور انقطع عمله لا يصلي ولا يدعو ولا يذكر الله وإنما ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى على أعماله التي أسبقها في الدنيا من خير أو شر فهو في قبره لا يستطيع العمل وإذا كان لا يستطيع العمل فكيف نتعلق به ونرجو منه قضاء الحوائج أو كما يفعله أهل الجهل أو أهل الظلال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني تخلونها من ذكر الله ومن الصلاة وهذا فيه دليل على أنه ينبغي أن المسلمين يعمرون بيوتهم بذكر الله سبحانه بتلاوة القرآن فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وكذلك يكون يخيونه بصلاة الليل والتهجد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا قبورا عكس عكس غالب بيوت المسلمين اليوم على الأسف فإنك لا تسمع فيها إلا السهر الذي لا فائدة فيه والضحك واللعب وأشد من ذلك أن تكون مملوئة بآلات الله وبالفضائيات وبالإنترنت وبالصور الخليعة إلى غير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم بسم الله قال رحمه الله في سند الحديث وهذا إسناد حسن فإن رواته كلهم ثقات مشاهير لكن عبد الله ابن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه قال يحيى بن معين يعني ضعف ضعف من ذو الرواية لكن هذا الضعف لا يقدح في حديثه قال يحيى بن معين هو ثقة وحسبك بابن معين موثقا وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ وهو لي تعرف حفظه وتنكر فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن إذ لا خلاف في عدالته وفقهه وأن الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحيانا قال رحمه الله ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه ليس مما ينكر لأنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه ومثل هذا يضبطه الفقيه وللحديث شواهد من غير طريقه فإن هذا الحديث روي من جهة أخرى فما بقي منكرا نعم هذا يريد به الشيخ رحمه الله الدفاع عن سند هذا الحديث لأنه قد يقول بعض المخرفين إن هذا الحديث فيه فلان فيه لين فالشيخ رحمه الله عالج هذه التهمة وبيّن أن الحديث لا بأس به لا ينزل عن درجة الحسن الحسن لغيره فهو وإن لم يبلغ درجة الصحيح فإنه لا يقل عن درجة الحسن والحسن يدخله بعض العلماء والقدامة خاصة في قسم الصحيح فعند القدامة من المحدثين أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط إنما قسم إلى ثلاثة في عهد أو أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي رحمه الله فقال حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف نعم قال رحمه الله وكل جملة من هذا الحديث رؤيت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدة معروفة فيكون وأيدا بغيره وله شواعد وطرق نعم وإنما الغرض هنا النهي عن اتخاذه عيدا نعم الغرض هنا بعد ثبوت هذا الحديث ودفع ما قيل فيه أنه نهى عن 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 اتخاذه عيدا عن اتخاذ قبره عيدا وعرفنا معنى العيد اتخاذ القبر عيدا معناه أنه لا يتردد عليه ويكثر من السلام عليه والجلوس عنده لأن هذا يفضي إلى الغلو نعم فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي ذي الجناحين يعني من ولد جعفر رضي الله عنه الذي قطعت يداه في غزوة موتة فعوضه الله بجناحين يطير بهما في الجنة فسمي ذي الجناحين نعم قال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم نعم فهذا الحديث روي من طريقين من طريق ابن الحسين ومن طريق ابن الحسن رضي الله عنهما وحاصله أنهما أنكر على من يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سألاه عن ذلك قال أريد أن أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا لا تجعلوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني يعني فلا حاجة إلى التردد على القبر من أجل الصلاة والسلام عليه فإن هذا حاصل في كل مكان ولله الحمد ولو كان الإنسان بالمشرق أو بالمغرب ولهذا قال في تمام الرواية ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء والأندلس في أقصى المغرب نعم قال رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره من الأحاليث الجياد الزائدة على الصحيحين وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في الصحيحة نعم كتاب الضياء كتاب الضياء المقدسي اسمه المختارة هي الأحاليث الجياد المختارة وهو يعادل الصحيحين لقوته وقد طبعوا الحمد لله وروا سعيد في سنانه حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني لا تتخذوا بيتي يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه لا تتخذوه عيدا مكانيا تجتمعون فيه وتترددون عليه ولا تتخذوا بيوتكم قبورا شوف المقارنة بين بيته وبيوتهم فلا يغلى في قبره ولا يجفى في بيوتهم نهى عن الغلو وعن الجفى الغلو عند قبره والجفى في بيوتهم فإنهم يجعلون عبادتهم الفرائض في المسجد وأما النوافل فتكون في البيوت تنويرا لها وإحياءا لها بدلا أن تكون ميتة نعم وصلوا علي بدلا أن تكون ميتة من قولها لا تخذها قبورا نعم وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وهذا هو المقصود صلوا علي حيث كنتم يعني ولا يحتاج إلى تردد على قبره الصلاة والسلام عليه مشروعة قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا يقول أحد مثل هذا الرجل إنه لازم يأتي عند قبره ويصلي ويسلم عليه عملا به هذه الآية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المراد منها وأن المراد يصلي ويسلم عليه في أي مكان وليس المراد أنه يأتي عند قبره ولا تقبل منه الصلاة والسلام على الرسول إلا عند قبره هذا جهل وضلال نعم وقال السعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فنادعني الأول علي بن الحسين الأول علي بن الحسين وهذا الحسن بن الحسن نعم ابني علي رضي الله نعم قال رآني عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلما إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لرأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيت عيدة ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء هذا قول الحسن ابن أبي ابن الحسن ابن الحسن قول الحسن ابن الحسن ابن علي ابن الحسن ابن علي لما سأل الرجل رأاه يتردد على القبر أولا دعاه للعشاء وهذا من كرمه رضي الله فإن أهل البيت فيهم الكرم دعاه إلى العشاء فلما أبدأ عدم رغبته قال ما لي أراك عند القبر هذا فيه انكار المنكر وفيه أن المنكر لا يستعجل بل يسأل أولا نعم ولا يستعجل في الإنكار والتغليض فقال إن يريد السلام عليه فأرشده إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره عن اتخاذه عيدا وأما السلام والصلاة فيحصلان ولو كان بعيدا عنه فلا حاجة إلى التردد على القبر لأن هذا من اتخاذه عيدا ثم قال له ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء يعني القريب من الرسول والبعيد كلهم يصلون ويسلمون عليه ويحصل المقصود ويحصل الأجر بإذن الله ولا حاجة إلى التردد على القبر نعم حسن الله عليكم قال رحمه الله فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث نعم ناسيا ما وقد احتج من أرسله به نعم وذلك يقتضي ثبوته عنده ولو لم يكن رؤية من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندة نعم ووجه الدلاء هو رؤية من كلام الرجلين علي بن الحسين والحسن بن الحسن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من المرسل لأن هذين الرجلين تابعيان نعم فما رواه التابعي عن الرسول فهو مرسل مرسل ولكن الحديث وصل من عدة طرق وأيضا هذان الرجلان الفاضلان من أهل البيت استشهدا به وهذا دليل على صحته الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مطعن فيه نعم قال وجه الدلالة أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان إذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل قبر على وجه الأرض بالإجمع نعم فوقد نهي عن التردد عليه والاعتكاف عنده فقبر غيره من باب أولى من قبور الأولية والصالحين أو من يدعى أنهم أولياء أو صالحون من باب أولى أن لا يتردد عليها وأن لا يتبرك بها وأن لا يعتقد بها الخير أو الشر نعم ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور نعم هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا قبورا أن المراد تعطيلها من ذكر الله ومن صلاة النافلة وتلاوة القرآن فيكون بيت المسلم يمتاز بالنور وبالذكر وبالحياة نعم فأمر بتحرد عبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم نعم فالنصارى يعظمون القبور ولا يهتمون ببيوتهم لذكر الله عز وجل وكذلك من تشبه بهم من هذه الأمة فإنما قلبه معلق بالقبور دائما وإذا قدم إلى بلد يسأل عن المشهد الفلاني هل فيها مشاهد لأن قلبه معلق بالقبور لا بالمساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى وهذا من الفتنة ومن غرور الشيطان وانظر إلى أن هذه القبور والمشاهد أنها أخذت قلوب هؤلاء فزهدوا في المساجد حتى إنهم يبكون عند القبور ويخشعون ولا يخشعون في المساجد ويأتونها برغبة يأتون القبور برغبة ولا يأتون إلى المساجد برغبة ويجلسون عند القبور ولا يجلسون في المساجد دي الله مروراً أو شبه المرور نعم شيخ في القول لا تتخذوا بيوتكم قبوراً والدعوة النبوية الكريمة إلى إحياء البيوت بالصلاة نعم إذن هذا يكون من صميم عمل مرأة التي تعير بنا عمل مرأة خارج بيت وعمل مرأة في البيت إن مسلمة تعمل بيتها بالصلاة والذكر المرأة لا شك أن لها دوراً عظيماً في الحياة إذن عملها في البيت غير ولا بد من عمل الرجل وعمل المرأة عمل الرجل في الكد والكسب والأسفار خارج البيت والمرأة عملها داخل البيت والبيت فيها أعمال كثيرة منها الحمل والرضاع ومنها تربية الأولاد والبنات بالخصوص ومنها القيام بعمل البيت وهذا عمل جليل ومتنوع فما بالك بالبيت الذي ليس فيه امرأة ماذا يكون يكون بيتاً خاوياً وتكون أعماله معطلة والبيت مظلم وليس محل استقرار وراحة أما إذا كان فيه امرأة طيبة وتقوم بأعماله وتنظمه فإن صاحب البيت يستريح إذا دخل ولهذا قال ومن آياتها انخلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها تسكنوا إليها وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فالمرأة سكن للرجل فكيف إذا جاء والبيت خاون لا يكون فيه سكن حينئذ هذا عمل جليل للمرأة والدليل على ذلك أنهم لما أخرجوا المرأة من بيتها وعطلوا هذه الأعمال الأولاد يربيهم مربيت خديمات لا شفقة فيهن ولا رحمة فيهن وقد يجلبن لهم أعادات وعقائد فاسدة كما حصل ويحصل كثيراً وليس فيهن شفقة الأم فنشأ الأولاد جافين لآبائهم لأنهم لم يربوهم وإنما تربيهم هذه الخديمة ولذلك حصل ما يسمونه الآن بالعنف الأسري الذي انتشر في الجرائد الآن هذا سبب هذا الشيء أن المرأة خرجت من بيتها وسلمت أولادها إلى الخديمات وصار أولادها لا يعرفونها ولا يحصل منهن شفقة عليهم فلذلك جفوا في حقهم أيضاً احتاجوا لما عطلوا عمل المرأة في البيت وأخرجوها للشارع تعمل خارج اضطروا إلى أن يأتوا بعمال وبنساء يعملون عمل المرأة ولم يستطيعوا أيضاً لو جئت بعشرين خادمة أو مئة خادمة ما استطاعوا عمل المرأة كزوجها أو كأم في بيتها في حق زوجها في حق أولادها في حق إصلاح البيت في حق حفظ مال الزوج إلى غير ذلك نعم إذن هذا شيخ مقصود أن هناك عمل في البيت للرجال والنساء غير من الصبر له السطحيون في عمل عبادة نعم وذكر لله للرجال والنساء في البيت في البيت وفي عمل تربية وطبخ عجن وإصلاح هذا من حق النساء وتربية أولاد هذا خاص بالنساء نعم حسن الله إليكم الرجل لا يجلسي ربي أولاده ويغسلهم ويصلح أحوالهم إنما هذا من عمل المرأة وهو عمل جيد أولاد ينشأون ويربون وينظفون وهذا ما هو عمل سهل نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله أي لا تعطلوها البيت عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمازلة القبور فأمر بتحرد عبادة في البيت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن شبه بهم وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا نعم وروا مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه نعم البقرة سورة عظيمة ويسنعهم القرآن ولا تطيقها البطلة يعني الشياطين إذا سمعوها ما يستطيعون أن يقربوا من البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة العظيمة لكن مع الأسف اعتاضت كثير من البيوت بالأغاني والمزامير نعم بئس للظالمين بدلا لذلك ترى أثار هذه الأمور على الناس اليوم وعلى أسر كانت البيوت مدارس ومحاضن تربية هم الآن يطالبون بإنشاء محاضن للأطفال البيوت هي المحاضن الصحيحة نعم اللهم استهى ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ثم ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النهي عن اتخاذه عيدا بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم هذا دفع للشبهة التي قد يدلي بها بعضهم وأدلا بها من جاء إلى القبر في قصة الحسن والحسين بن علي نعم في أنه حجته يقول إن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليه فنحن نأتي للصلاة والسلام عليه الرسول دفع هذا قال صلوا علي حيث ما كنتم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فدفع هذه الشبهة وأن الصلاة والسلام عليه لا يحتاج فيهما إلى الذهاب إلى القبر إلى القبر وإنما هذا يلازم المسلم في كل مكان من الأرض من المشرق أو المغرب نعم قال رحمه الله يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما يلان لي منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا نعم هذا قطع للشبهة التي يدلي بها هؤلاء نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصلاة المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرر به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه بالختام تحية مهندس الصوت أخي أثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته